البطل بتاعنا محمد السيد مداخلة النهاردة تمام اللي هو جاب لنا برونزيا مبارح وكنا سعداء بيه جدا 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 وحاجة تفرح يعني فكنا عايزين نفرح معاه بس هو خلاص بقى بقى يعني نجم كبير وحقه فالشرك الرعية بتاعة اللاعب طبيعي جدا انا متفاهم او حاجة زي كده حددت بعض المبالغ المبالغ الكبيرة للمداخلة الواحدة اقولك على حاجة اكسم بالله انا مبسوط له مش مهم المداخلة على قد ما المهم ان هو يتقدر ماديا صح لان الالعاب دي يا جماعة مزاي الكورة بتجي فلوس كويسة ما شاء الله يعني لا فلما بطل زي ده فرحنا كلنا مبارح بمداليا برونزيا حقه ياخد وياخد 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 المبالغ اللي هو عايزها تبقى العود الرعاية وتبقى كل هذه الامور لكن احنا لسه فرحانين ولسه بنحتفل بيه وان شاء الله منتظرين اكتر من محمد سيد في دورة الرعاب الأولمبية الحالية تمام فدي جزئية ايضا من جزئيات المهمة تعالى بقى عند حاجة اخرى غريبة النهاردة اللاعب بتاعنا اللي شارك وكسب يا جمال اللي عنده 17 سنة اللي اتبعت على الجروب بتاع اللجنة الأولمبية يا جماعة سكرينشوت من الجروب عشان اقرام مع تشاهدين على الهواء عشان بصراحة بنشوف عجائب عندنا هنا في مصر بنشوف عجائب بنشوف بنشوف انواع من الاحباط انواع مختلفة من الاحباط بيتم تصدرها لأبطالنا ليه؟ عشان المسؤول يحاول يعفي نفسه في حالة الاخفاق بص انا بقول لك ده مش متوقع ان هو يجي ميداليا ده وراي حينافس عشان ياخد خبرات احنا بقول اقول لك مش هيكسب عشان تبقى عارف عشان جيش تلقني انا كمسؤول يا سيدي ما تتلام ايه المشكلة يعني هو انت بس عايز تبقى مسؤول وخلاص من غير ما تتلم او من غير ما تنتقد طب انت لما بتعمل حاجة كويسة او بتنجح في حاجة بيتشاد بيك قد كده طب مفكرتش في ان انت لما تيجي على الجروب بتاع اللجنة الولمبية تبعت للصحفيين وتقول لهم ان فلاني فلاني مش مش هيكسب حاجة وحيخسر وكلام من ده عشان تنقذ نفسك فمفكرتش في انك ممكن تصدر احباط للعب بتقول لي او اللعب ممكن يعرفنا هيعرف طبعا الجماعة هو في حاجة اسمها كده ده لحرككم مش شايفينه على الشاشة الزوجي مزدوج المجداد ده الجزء اللي فوقها بذلك يشارك سناء التجديد في المصري كذا كذا انتاج المتوقعة في منافسات الفترة المسائية علاءة ابو القاسم فردي فردي يا جماعة سلاح السيف 33 عام من صنف 24 عالميا تأهل الالومبياد من بطولة افريقيا واجه بطل اليابان في دور اتنين ومن المتوقع خسارته حد يكتب كده يا جماعة ده خبر مرسل للصحفين من المتوقع خسارته سيخسر انت ستخسر يعني يصحى الصبح يعرف يقول ان الناس مش واسقة فيه تمام او عائلته تبعث له تقول له ده الناس مش واسقة فيك او انت من المتوقع فخلاص ابني ما تلعبش او العب ما فيش بقى خلاص مش مهم تكسر مش مهم تخسر فانت كده كده محبط تتنازل تنافس محبط يعني ما فيش اي حاجة اسمها نوع من انواع التشجيع نوع من انواع الدوافع لا احنا واسقين فيك يا ابني لا ايه ده بصراحة يا جماعة اللجنة الاولمبية بتقدم عظمة في الدورة دي عظمة خش كده على اللي بعدها عبد الرحمن طلبة فردي سلاح جيش 17 عام المصنف 18 عالميا تاهل الولمبياد من بطولة افريقيا ويواجه لعب المجر في دورة 2 و 3 ومن المتوقع خسارته خبر بيض والله العظيم انا لو لعب من دولة يا جماعة على الفكرة هو كسب المتوقع خسارته ده هو عبد الرحمن كسب اه خسر بعد كده بس كسب اول ماتش لو ما بيتكلمه على اول ماتش اللي هو ايه هو كسب الرجل بتاع المجر ده لعب المجر هو كسبه في دورة 2 و 3 انا فيش حاجة اسمها فوق دورة 2 و 3 و 20 ده يا جماعة اسمها يا برد دورة 2 و 3 و 3 مسأكيد مكتوبة غلط يعني في الجروب بتاع اللاجنة الولمبياد فانا لو لعب من دول اوكي انا لو لعب من دول وعرفت كده وحياط ربنا هبقى نازل بالعب محبط جدا ما عنديش اي نوع من انواع الدوايا فقه او ممكن بصراحة بصراحة شكونا واضح معاكم هاخلق دافع لنفس ما ارد على الناس دي مش انتوا بتقولوا هاخصل طيب انا هكسب هحاول عامل كده لكن اللي بيحصل ده للامانة الشديدة يعني هو مالوش عنوان غير التهريك الاحباط اه 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 عارف ان يقولك بتكسر معد فوبين حاجة اسمها كده مثل بتقال كده ايه ايه جدعان ده جدعان جد والناس تزعل لما انتقد الدكتورة نادا حافظ مين الدكتورة نادا حافظ اللي هي بطلة السلاح ومعيدة في كلية الطب ودكتورة في عين شمس اللي النهاردة بصراحة الواحد تعطف معها جدا 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 النهاردة كذبة الازابيس اللي هي واحدة من مصنفات مركز كاميرا الاربعتاشر تلعب دورة ألعاب المباية هي طبعا سورته اوكي لكن انا عايز السورة بقى بتاعت ايه بتاعت النهاردة الله ينور عليكم فيه اختلاف في الصورة شوي تمام لان هي وضحت من خلال بوست على انستجرام تمام وفجأة العالم كله انها حامل في الشهر السابع حامل في الشهر السابع وانا بقول لحضرتك معلومة ان ما فيش حد في البعثة بالكامل كان يعرف ان نادا حامل حسب الكلام اللي جايلنا من هناك يعني الناس اتفاجئوا باللي هي كانت بادة وبالمناسبة يا جماعة الموضوع بيكون مطروق لللعبة نفسها ان هي في الاول بيبقى اقرار منها بقى او بيبقى قرارها هي يعني بس المسؤولين ما كانوش يعرفوا بقول لحضرتكم معلومات طب احنا توصلنا مع بعض المصادر ومع بعض المدربين اللي كانوا مشرفين على تدريبها قبل كده تمام كله اكد انه هو ما كانش يعرف ابدا بانها يعني حامل بل اكتر من كده انها قلت له يا جماعة انا موضوع الحامل ده مأجلال بعد دورة العاب الأولمبية لكن هو واضح طبعا من الصور المرحلة اللي هي فيها لكن في كل الاحوال هي بطلة في كل الاحوال هي بطلة تحافظ المشاركة اعتقد المرة التالتة على التوالي اعتقد يعني لم تكن تاخدني الزاكرة في دورة العاب الأولمبية فدول الأبطال برضو اللي احنا لازم نفخر بيهم حتى لو ما جابتش ميداليا حتى لو خرجت من أدوار يعني مبكرة شوي في الأول في الآخر شاركت مش مشاركتش تمام